اشتركوا في القناة لا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووقفنا عند القاعدة الثامنة والثلاثين قال رحمه الله القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم ومثل ذلك المعاملة هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي تبين حكم العبادة والمعاملة إذا وقعت على صفة منهي عنها هل يؤثر ذلك على صحتها فيحكم ببطلانها أو لا فهذه القاعدة تتعلق بحكم العبادة أو المعاملة إذا وقعت على صفة منهي عنها والعبادة والمعاملة إذا وقعت على صفة منهي عنها فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون النهي عائدا إلى ذات العبادة يعني إلى نفس العبادة الحال الثانية أن يكون النهي عائدا إلى شرط من شروط العبادة أو المعاملة والحالة الثالثة أن يكون النهي يعود إلى أمر خارجي فلا يعود إلى ذات العبادة ولا يعود إلى شرطها فإن كان النهي عائدا إلى ذات العبادة فإنه يدل على التحريم والفساد فتكون العبادة محرمة وتكون فاسدة وكذلك تكون المعاملة محرمة وتكون فاسدة ومن أمثلة ذلك لو أن إنساناً صام يوم العيد فإن هذا الصيام منهي عنه فيكون ذلك محرماً لأن القاعدة أن النهي المطلق يقتضي التحرين ويكون الصيام أيضاً فاسداً لأن القاعدة أيضاً أن النهي إذا كان عائداً إلى ذات المنهي عنه فإنه يدل على الفساد وكذلك لو أن إنساناً صام قضاءاً أو صام نذراً في يوم العيد فإن فعله يكون محرماً وكذلك يكون فاسداً ولا تبرأ ذمته به ومثل هذا في المعاملة لو أن إنساناً عقد عقداً رباوياً فإن ذلك محرم لأن الله أبحانه وتعالى نهى عن عقود الربا ويكون فاسداً لأن القاعدة أن النهي يقتضي الفساد ومثل هذا لو أن إنساناً عقد عقداً فيه أكل لمال غيره بالباطل فإن هذا محرم لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل والنهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه وكذلك يكون العقد فاسداً لأن النهي العائد إلى الذات يقتضي الفساد والصورة الثانية أو الحال الثانية أن يكون النهي عائداً إلى شرط من شروط العبادة أو شروط المعاملة وحينئذ يكون حكم هذه العبادة أو المعاملة التحريم والفساد كالحال التي قبلها ومن أمثلة ذلك لو أن إنساناً صلى وهو ساتر عورته بثوب مغصوب فإن ذلك محرم لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الغصب لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل فتكون الصلاة في هذه الحال محرمة ويكون الغصب أيضاً محرماً وتكون الصلاة فاسدة لأن النهي هنا عائد إلى شرط العبادة ومثل هذا لو أنه توضع بماء مغصوب فإن ذلك محرم لأن من شرط الماء الذي يتوضع به أن يكون مباحاً والمغصوب ليس كذلك ويكون الوضوء فاسداً لأن النهي هنا عائد إلى شرط العبادة والنهي إذا عاد إلى شرط العبادة فإنه يكون فإنه يدل على الفساد ومثل هذا في أبواب المعاملات لو أن إنساناً باع سلعة من غير علم بالمبيع أو بالثمن أو من غير رضا أحد المتعاقدين فإن البيع هنا محرم لاختلال شرط من شروط البيع فإن الله فإن الشارع لا أمر بالعلم بالمبيع والعلم بالثمن لأن الجهل بذلك فيه غرر وجهالة ويكون البيع فاسداً لأن النهي هنا يتعلق بشرط من شروط البيع وهكذا في سائر العبادات والمعاملات فكل نهي عاد إلى شرط الشيء من العبادات أو المعاملات فإنه يدل على أمرين الأمر الأول التحريم لأن هذا هو مقتضى النهي والأمر الثاني الفساد لأن النهي إذا كان عائداً إلى شرط الشيء يدل على فساده كأنه إذا كان عائداً إلى ذات الشيء وهل يختص الحكم هنا بالشرط الملازم للعبادة والمعاملة كالشروط التي ذكرناها أو يشمل أيضاً الشرط الذي ليس ملازماً وهو الشرط الذي لا يختص بالعبادة أو المعاملة وهو النهي الذي لا يختص بالعبادة أو المعاملة كالغصب مثلاً فإن الغصب منهي عنه مطلقاً فهل النهي هنا يختص بالشرط الملازم للعبادة المختص بها أو أنه يشمل ما نهى عنه الشارع مطلقاً سواء أكان في العبادة أم في غيرها كالغصب كما تقدم ذلك في بعض الأمثلة التي ذكرت ظاهر كلام الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة أن النهي يشمل الأمرين يشمل ما نهي عنه وهو مختص بالعبادة وما نهي عنه مطلقاً فإذا جاء المكلف بالعبادة ومثلها المعاملة على هذا الوجه فإنها تكون فاسدة وينبني على هذا حكم الصلاة في الدار المغصوبة فمن صلى صلاة قد جاء بجميع أركانها وشروطها وانتفت مفسداتها لكنه صلى في أرض مغصوبة أو في دار مغصوبة فهل تكون صلاته هنا صلاة فاسدة وذلك من أجل الغصب لأن البقعة التي صلى فيها بقعة محرمة ومن شرط العبادة أن تكون في بقعة مباحة أو أن الصلاة تكون صحيحة لأن النهي هنا لأن المنهي عنه هنا وهو الغصب لا يختص بالعبادة لأن الغصب محرم في جميع الأحوال في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها فإن قلنا الشرط المنهي الشرط إذا جاء به على وجه منهي عنه يفسد العبادة سواء أكان مختصا بها أم لم يكن مختصا بها فإن الصلاة في الدار المغصوبة في هذا المثال تكون فاسدة وإن قلنا الشرط الذي وقع على وجه محرم الإخلال بالشرط في العبادة أو في المعاملة يفسدها إذا كان النهي خاصا ب إذا كان المنهي عنه مختصا بالعبادة فإن الصلاة في الدار المغصوبة على هذا تكون صحيحة وذلك لأن الغصب لا يختص بالصلاة وظاهر كلام الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة أن الشرط يعم ما كان مختصا بالعبادة والمعاملة وما لم يكن مختصا بذلك هذه هي الحال الثانية الحال الثالثة أن يعود النهي إلى أمر خارجي يعني أمر منفصل عن العبادة وحين إذ يكون تكون العبادة واقعة على وجه محرم وتكون أيضا صحيحة لأن النهي هنا ليس عائدا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها وإنما هو عائد إلى أمر خارجي فلا يؤثر ذلك على صحة العبادة ومثلها المعاملة بل تكون صحيحة مع التحريم تكون صحيحة مع التحريم لأن النهي هنا عائد إلى أمر خارجي ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا صلى وهو لابس عمامة من حرير فإن لبس الحرير للرجل محرم فيكون فعله هذا محرما ويأثم على ذلك إن كان عالما بالحكم وتكون الصلاة صحيحة لأن النهي هنا ليس عائدا إلى ذات الصلاة ولا إلى شرط من شروطها وإنما هو عائد إلى أمر خارجي بخلاف ما لو سترى عورته بحرير لو سترى رجل عورته بحرير فإن الصلاة هنا لا تصح لأن النهي عائد إلى شرط العبادة ومثل ذلك لو أنه توضأ بماء مباح في إناء من ذهب فإن الوضوء محرم لكنه صحيح لماذا هو محرم ولماذا هو صحيح محرم لأن محرم لاستعمال الإناء المنهي عنه وهو الإناء من الذهب وصحيح لأن النهي هنا ليس عائدا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها وإنما هو عائد إلى أمر خارجي بخلاف ما لو توضأ بماء محرم بماء مغصوب أو مسروق في إناء من خشب فإن الوضوء لا يصح لأن النهي هنا عائد إلى شرط العبادة لا إلى أمر خارجي فإن قال قائل كيف نستطيع أن نميز بين النهي العائد إلى الذات أو العائد إلى الشرط أو العائد إلى أمر خارجي وهذا سؤال وسؤال آخر وهو كيف يجتمع التحريم مع الصحة فكيف نقول هذه العبادة محرمة ومع ذلك صحيحة أما السؤال الأول وهو كيف نميز بين ما هو منهي عنه لذاته أو لشرطه أو لأمر خارجي فالجواب على ذلك أن الذي يعود إلى ذات العبادة هو ما كان عائدا إلى ركن من أركانها فهذا عائد إلى ذات العبادة ومثل ذلك المعاملة إذا عاد النهي إلى أحد أركان المعاملة كما لو عاد إلى أحد المتعاقدين أو عاد إلى الصيغة فما كان عائدا إلى ذات العبادة أو المعاملة علامته هو ما كان راجعا إلى ركن من أركانها وأما ما كان عائدا إلى شرطها فهو يعود إلى وصف من أوصاف العبادة وقد يكون ملازما وقد لا يكون ملازما بأن يكون شاملا لها ولغيرها فهو وصف من أوصاف العبادة لا يعود إلى ركن من أركانها المقومة لها وأما ما كان عائدا إلى أمر خارج فهو ما ليس عائدا إلى الذات أو إلى شرط من شروط العبادة أو المعاملة فهذه علامة أنه العائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه أو إلى أمر خارجي وأضرب لذلك مثالا وهو لو أن إنسان صلى ولم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة فإن الصلاة لا تصح لأن المحظور هنا يتعلق بركن من أركان العبادة و لو أنه صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل فالنهي هنا ليس عائدا إلى ركن من أركان الصلاة ولا إلى شرط من شروطها وإنما هو عائد إلى أمر خارجي عن الأركان والشروط هذا ما يتعلق بالسؤال الأول أما السؤال الثاني وهو كيف يمكن أن يكون الشيء من العبادات والمعاملات محرما وفي الوقت نفسه يكون صحيحا فالجواب على هذا أن هذا لا محذور فيه لأن الجهة منفكة فجهة التحريم منفكة عن جهة الصحة فما دام أنهما ليست متلازمتين فإن الحكم يتبعض فيحكم بتحريم العبادة على هذا الوجه ويحكم مع ذلك بأنها صحيحة وهذا راجع إلى أصل من أصول الشريعة وهو تبعض الأحكام وقد تقدم الكلام عليه في القواعد السابقة فإذا لا غرابة في هذا لأن الجهة ليست واحدة وإنما هي منفكة فنقول الفعل هذا الذي وقع على وجه منهي عنه حكمه أنه محرم وهذه الجهة محرم وأيضاً هو صحيح بمعنى أن ذمة المكلف تبرأ منه فلا يلزمه أن يأتي به مرة أخرى وهذه جهة أخرى فلا غرابة في أن تكون أن يكون العمل محرماً صحيحاً إذا كان النهي عائداً إلى أمر خارجي لا أما إذا كان النهي عائداً إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإن الجهة ليست منفكة وإنما هي واحدة ولهذا يحكم ببطلان العبادة أو المعاملة إذا كان النهي عائداً إلى الذات أو كان عائداً إلى الشرط ومن الأصول الكلية التي تعين طالب العلم في باب المعاملات هو أن كل عقد أثبت الشارع فيه الخيار فإنه يحكم بصحته كل عقد نهى الشارع عنه وأثبت فيه الخيار فإنه يحكم بأنه عقد محرم مع الصحة يحكم بأنه عقد صحيح لثبوت الخيار لأنه لو كان فاسداً ما أثبت الشارع الخيار فيه ويحكم بأنه محرم لنهي الشارع عنه ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها أو ردها وصاعاً من تمر فإن شاء أمسكها بعد أن يحلبها أو ردها وصاعاً من تمر فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن التصرية وهي ربط أخلاف الإبل أو الغنم وهذا يدل على التحريم ثم خير في آخر الحديث بين الإمساك أو الرد فدل النهي على التحريم ودل التخير على الصحة وهذا ضابط نافع لطالب العلم في أبواب المعاملات قال الشيخ رحمه الله القاعدة الثامنة والثلاثون إن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت فهتان حالان وإذا عادت إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم وهذه هي الحال الثالثة ومثل ذلك المعاملة فهذه القاعدة لا تختص بالعبادات وإنما تشمل المعاملات أيضا قال رحمه الله القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه هذه القاعدة تتعلق بتقديم السبب على العمل أو تقديم الشرط عليه وقبل أن نعرف أثر تقديم السبب أو الشرط على العمل يحسن بيان معنى السبب والشرط والتمييز بينهما فالسبب يعرفه العلماء بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فهو مؤثر في حال الوجود وفي حال العدم ومن أمثلة هذا بلوغ النصاب فهو سبب لوجوب الزكاة فيلزم من وجوده وجوب الزكاة ومن عدمه عدم الزكاة وكذلك دخول الوقت للصلاة سبب لأنه يلزم من وجوده وجوب الصلاة ومن عدمه عدم الصلاة وكذلك الحالف سبب لوجوب الكفارة فيلزم من وجوده وجوب الكفارة إذا وجد الشرط ويلزم من عدمه عدم وجوب الكفارة أما الحنث فهذا ليس سببا وإنما هو شرط فإذا السبب مؤثر في حال الوجود وفي حال العدم أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالشرط مؤثر في حال العدم أما في حال الوجود فليس مؤثرا ومن أمثلة هذا أن الطهارة شرط للصلاة فيلزم من عدمها عدم الصلاة لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة فالإنسان الآن في هذا الوقت إذا كان متطهرا لا يلزمه أن يأتي بالصلاة فالشرط مؤثر في حال العدم وليس مؤثرا في حال الوجود ويقابل الشرط المانع فإن المانع مؤثر في حال الوجود أما في حال العدم فليس مؤثرا ولهذا يعرفونه بأنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فمثلا الحيض مانع من وجوب الصلاة فيلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة لكن لا يلزم من عدم الحيض وجوب الصلاة فمثلا الصبيهة التي لم تحض لا يلزم أن تصلي والمرأة إذا صلت وكانت في وقت لم يؤمر فيه بالصلاة فإنها لا يجب أن تصلي فلا يلزم من عدم المانع الوجوب لأن المانع مؤثر في حال الوجود لا في حال العدم لعكس الشرط ومعرفة هذه الحقائق مهمة جدا لأنه ما من عبادة أو معاملة إلا ويتعلق بها سبب أو شرط أو مانع وهذه مؤثرة في الأحكام العبادات والمعاملات إذا عرفنا هذا فهل فهل يجوز تقديم العبادة على السبب أو على الشرط أو لا والجواب على هذا أن هذه المسألة لها ثلاث صور حتى لا تتضح لطالب العلم الصورة الأولى أن يأتي المكلف بالعبادة بعد وجود السبب ووجود الشرط فحينئذ تكون العبادة صحيحة لأنها جاءت في محلها المشروع الحال الثانية أن يأتي بها قبل السبب والشرط فحينئذ لا تكون العبادة صحيحة لأن المكلف جاء بها في غير محلها المشروع وهاتان الصورتان الأمر فيه مظاهر الصورة الثالثة وهي التي يتكلم عليها الشيخ في هذه القاعدة إذا جاء المكلف بالعبادة بعد السبب وقبل الشرط فإن العبادة تكون صحيحة لأنه يجوز تقديمها على شرط الوجوب ولا يجوز تقديمها على سببه والمراد بالشرط هنا شرط الوجوب ومثال ذلك لو أن إنسانا جاء بيمين كما لو حلف أنه لا يشرب من هذا الماء من هذا الماء فإن هذه اليمين سبب لوجوب الكفارة وشرط الكفارة هو الحنث بأن يفعل ما حلف على تركه أو أو يترك ما حلف على فعله فلو أن إنسانا بعد اليمين وقبل الحنث جاء بالكفارة فهنا جاء بها بعد السبب وقبل الشرط الذي هو الحنث فهل فعله هذا صحيح أو لا والجواب أن فعله صحيح لأنه يجوز تقديم العبادة على شرطها ولا يجوز تقديمها على سببها ومثل ذلك لو أن إنسانا عنده مال قد بلغ نصابا عنده مال زكوي قد بلغ نصابا فحين إذن يكون قد انعقد سبب الوجوب لأن بلوغ المال نصابا هو سبب وجوب الزكاة لكن المكلف لا يطالب بذلك إلا إذا انعقد شرط الوجوب وهو حوالان الحول فإذا بلغ المال نصابا وحال الحول فإن المكلف يطالب بالزكاة لكن لو أنه لو أن المكلف بعد أن بلغ المال نصابا زكا المال قبل حولان الحول فهل تصح الزكاة أو لا تصح والجواب أنها تصح لأنه يجوز أن تقدم العبادة على شرط الوجوب بعد أن ينعقد سببه أما لو زكا قبل أن يبلغ المال نصابا فإن هذه الزكاة لا يعتد بها لعدم عقاد السبب كما تقدم معنا في الصورة الأولى ولهذا قال الشيخ رحمه الله القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه وهنا أنبه إلى أن المراد بالشرط هنا ليس شرط الصحة وإنما هو شرط الوجوب فيجوز تقديم العبادة ومثلها الكفارة قبل شرط الوجوب وبعد انعقاد السبب فإن قال قائل لماذا فرق بين السبب والشرط فلا تصح العبادة إذا فعلت قبل انعقاد السبب وتصح إذا فعلت قبل وجود الشرط فالجواب على ذلك هو ما تقدم معنا في بداية الكلام على القاعدة من أن السبب أقوى من الشرط ولماذا هو أقوى أقوى لأنه مؤثر من جهة الوجود ومن جهة العدم لأما الشرط فهو مؤثر من جهة العدم وقد وقد دل الشرع على أنه يجوز أن تقدم العبادة أو الكفارة قبل وجود شرط الوجوب وذلك وذلك في قول سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وذكر الكفارة في قول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وسما هنا الكفارة تحلة وإنما تكون تحلة إذا كانت قبل الحنث أما إذا كانت بعد الحنث فإنها لا تكون تحلة فهي تكون تحلة إذا كانت قبل الحنث لأن الإنسان إذا جاء إذا أتى بالكفارة ثم فعل المحلوف عليه لا يكون مخالفا فلهذا تكون فلهذا تسمى تحلة أما بعد الحنث فلا تسمى تحلة وإنما تسمى كفارة فأخذ العلماء هذا الحكم من لفظ لتحلة وأيضا ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وفي لفظ عند البخاري فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فأخذ العلماء من هذين اللفظين أنه يجوز أن يؤتى بالكفارة قبل الحنث فهذا أصل يدل على جواز تقديم شرط الوجوب على الفعل ولكن لا بد أن يكون ذلك بعد انعقاد السبب وأشير هنا إلى الأمر ذكره بعض أهل العلم يتعلق بهذه القاعدة وهو أن بعض العلماء يقولون إذا كان الحكم له سببان فإنه يجوز أن يقدم على أحدهما إذا كان الحكم له سببان فإنه يجوز أن يقدم على أحدهما فظاهر هذا التعبير أنه يجوز أن يقدم العمل على السبب على أحد السببين وهذا التعبير ليس بجيد كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله لأن ظاهره تقديم الحكم على السبب وهم لا يريدون السبب هنا الوصف الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وإنما يريدون بالسبب المعنى الأعم الذي يشمل الشرط لأن الشرط أيضا فيه معنى السببية كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فمعنى قولهم إذا كان الحكم له سببان يعني إذا كان له سبب وشرط فحين إذن يجوز أن يقدم الحكم على شرطه الذي هو شرط الوجوب ومع ذلك فإن هذا التعبير ليس بجيد كما يقول ابن القيم رحمه الله لأنه يوهم أنه يجوز تقديم الحكم على سببه قال المصنف رحمه الله القاعدة الأربعون وهذه القاعدة سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر